لم يمضي على تأسيس منصة صيرفا أكثر من سنتين واليوم يعتزم البنك المركزي اللبناني إقاف العمل بهذه المنصة المثيرة للجدل بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامي التي استمرت ثلاثين عاماً ويرى خبراء أن المنصة تستنزف الاحتياطية الإلزامي لمصر في لبنان وهي غير قانونية لعدم عكسها للعرض والطلب صيرفا بالحقيقة لم تكن منصة تعكس سوء القطع الحقيقي يعني ما بتعكس عرض والطلب صيرفا هي منصة لمد زبدك الكتاع العام ومد بعض الناس والمضاربة بأموال من أجل التدخل بالسوق بشكل مصطنع ومصصحي لصيرفا جانبه النفسي يدفع الناس للتمسك بالليرة اللبنانية بحسب خبيراً اقتصادي أكد أن خروج المنصة من السوق سيزيد الطلب على الدولار الأمريكي قائلاً إن الصيرفا تفتقر للأسس الاقتصادية العلمية هم اللي بتطلع صيرفا من السوق بنط الدولار لأنه كل العالم ده تهرب من الليرة بتروح على الدولار فبيصير ضخ صيولي بالليرة اللبنانية هائل هذا الضخ بنزل سعر صرف الليرة بنط الدولار تطلعه هيدا تستخدم صيرفا بهذا الاتجاه يعني نوع من اللعب المعنوي بعد 18 شهراً من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان أطلق المصرف المركزي منصة صيرفا في مايو 2021 لبيع الدولار الأمريكي بسعر أقل من سعر صرف السوق حصرياً للمسجلين في المنصة إلا أن الهدف الأساسي من المنصة كان كبح سعر الصرف في السوق لكنها لم تنجح بذلك بل ساهمت بفقدان أكثر من 90% من قيمة صرف الليرة اللبنانية وفق ما يرى خبراء الاقتصاد نور الحصني العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات